موسيقى ومات أبو المعالي القاسم بن هبة الدين بن أبي الحديد وكان فاضلا كامل الأدب غزير العلم قيما بفن العربية والفقه والجدل والأصول والخلاف والحكمة والطب حاد النظر سريع الإدراك فارط الذكاء صحيح الحدث جيد الفكرة له بديهة حاضرة وفطنة وقادة وقريحة منقادة وكان حسن العشرة سليمة جانب طيبة المفاكهة ولد بالمدائن هذا ابن بالحديد ونشأ ببغداد ثم سافر إلى الشام وتفقه هناك على قاضي ابن شداد وغيره وقرأ بالموصل على الشيخ الكمال يونس في علم الأصول والمنطق والحكمة ثم على عضد الدين المبارك بن رئيس الرؤساء وحل عليه كتاب أقليدس ثم أقام بالمدرسة النظامية عدة سنين وشهد عند قاضي القضاة أبي صالح نصر بن عبدالقادر فقبل شهادته وقلد قضاء نهر الملك سنة 23 وستمائة في سنة ستمائة وثلاثة وعشرين هجري ثم عاد إلى بغداد وسكن مدرسة دار الذهب متعبدا بها ثم استكتبه الوزير نصر الدين أحمد بن الناقد بين يديه إلى آخر أيامه والوزير مؤيد الدين بن العلقمي أجراه على عادته في الكتاب بين يديه ثم جعله كاتب ديوان الإنشاء وكان لطيفا ضريفا ظاهر كثير التواضع وكان لطيفا ضريفا كثير التواضع مليح النادرة رشيق العبارة سليم الصدر حسن الاعتقاد وأشعاره كثيرة رائقة ومعانيه بديعة شائقة توفي عن نيف وستين سنة ودفن بالوردية هذا ابن أبي الحديد هذا ابن أبي الحديد عنده أخ يقول ومات أخوه عبد الحميد بنهبة الله وكان أسا منه بثلاث سنين وكان عبد الحميد أديبا فاضلا شافعي المذهب ينتحل في الأصول في مذهب المعتزلة وله في ذلك تصنيف ورد على المخالفين وكان عارفا بالعربية والشعر والإنشاء إلا أن شعره وإنشاءه وأخلاقه وطباعه واعتقاده لا يقرب من أخيه في شيء من ذلك فإن أخاه كان ألطف شعرا وأسلم صدرا وأصح اعتقادا وأمتن دينا وأجود يقينا توفي في السنة المذكورة وقد قارب سبعين سنة إذن عندي ابن أبي الحديد القاسم ابن أبي الحديد وعندي عبد الحميد ابن أبي الحديد عندي تعليق أقول الخط العلمي والمنهج الأخلاقي الإسلامي السليم واضح في مواقف ابن العلقمي وتعامله واستخدامه واستعانته بغير الشيعة بل لم يعرف عنه أنه كان يستخدم ويستعين بالشيعة وموقفه مع القاسم ابن هبة الدين السني الشافعي يدحظ كل أكاذيب وافترات ابن تيمية وحزبه المدلسة هذا أليف في التعليق با عبد الحميد بن هبة الدين هو ابن أبي الحديد شارح نهج البلاغة وقد صرح الغساني بأنه شافعي المذهب في الفروع ومعتزلي في الأصول ولكن مع ثبوت ذلك ووضوحه فإن منهج التيمية المفتري يدلس فيزعم أنه شيعي كما ادعى أن لؤلاء صاحب الموصل شيعي وقضية ابن أبي الحديد أولى بالتدليس عند التيمية لأنه شارح كتاب نهج البلاغة والنهج يحطم كل أحلام وخرافاته زعبلات الرب الشاب الأمرد وتجسيم ابن تيمية الأسطوري